السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا وحشتوني يارب تكونوا بألف خير انا عبير من قناة منوعات بوتة بحب اشكر كل المتابعين اللي سألوا علي علشان انا بقالي يمكن شهر ما نزلتش فيديو بشكركم كلكم وانا قويسة الحمد لله النهاردة انا جايبا لكم فيديو جديد ومختلف عن كل الفيديوهات اللي انا نزلتها على القناة فيديو عن قصة عجبتني جدا لما سمعتها حبيت ان انا انشرها على القناة علشان القصة دي هتعجبكم قوي وبنتعلم منها حاجات راقية جدا القصة دي قصة بنت اسمها ايسار بتتكلم عن قصتها وبتقول ايه انا ايسار برحب بيكم في بداية العام الدراسي يارب يكون عام الدراسي سعيد علي وعليكم ان شاء الله انا منتدبة من جامعة أسوان لجامعة القاهرة اعرفكم على نفسي اكتر انا ايسار بنت بتاعي الكبدة اه ده اسم الشهرة في الشارع وفي المنطقة اللي انا عايشة فيها الاسم ده كانوا بينادوني بيه دايما اه لما كنت اتضايق كان والدي يقول لي الشغل مش عيب طالما حلال اه وانا كنت بقتنع جدا بكلام والدي وكنت ببقى مؤمنة بيه جدا اه احنا كأسرة اه اربع اخوات اتنين ولاد واتنين بنات اه البنات اه انا وبنت اصغر مني وولدين اه انا واختي اه متخرجين من كلية الطب اه ليه اخ متخرج من كلية صيدلة واخ متخرج من كلية طب أسنان اه كنت متفوقة جدا في دراستي اه كنت محل اه فخر واعجاب من مدرسيني ومن زملائي اه الا قلة قليلة كده كنت محل حقد منهم من بعض زملائي اه لدرجة ان كان في موقف ان المدرسة بتقولنا بتسألنا انتوا عايزين تطلعوا ايه لما تكبروا اه طبعا كل زميلاتي اه اللي عايز تطلع دكتورة اللي عايز تطلع مهندسة اللي عايز تطلع مدرسة اه اللي عايز تطلع زابط اللي عايز تطلع اه مضيف الطيران لما جيت دور علي وجات المدرسة تسألني ردت زميلتي وقالت ايه اه طبعا اه عايزة تفتح عربيت كبدة زي باباهم البنات كلها دحكت اه اه انا مهتمتش خلص لان دايما كلام والدي اه بيرن جوايا وانا مؤمنة بيه جدا اه خلصت السنوية العامة وبعدها دخلت كلية الطب بعد كده اصبح اسمي الدكتورة ايسار اه كنت بساعد والدي قبل ما ادخل كلية الطب لما دخلت كلية الطب هو رفض ان انا اسعده بس انا صممت وبقيت اروح واسعده بعد بعد مخلص دراستي ده زائد مساعدتي لاي حد في الشارع او المنطقة بيكون تعبان محتاج مساعدة محتاج ياخد ابرة محتاج يقيس ضغط اي حاجة كنت ايه ببقى بساعده وبحب وفي يوم ساعد المغرب في ما كنا في رمضان وطبعا ساعة المغرب دي يعني الناس كلها في بيوتها بتفتر اه كانت الناس كلها موجودة اه مفيش حد في الشوارع اه لقيت والدي بيناديني ان في عربية برا فيها حد عاوزني اه اللي كان موجود في العربية ده كان واحد صاحب فيلا في اخر الشارع اللي فيه البيت بتاعنا وكان دايما والدي بيخد له الكبدة الساندويتشات على صانية ويوديها له لحد عنده فلقيت لقيته بيترجاني اني انا اروح اشوف بنته ان بنته تعبانة جدا ومش قادر ينقلها لأي مستشفى والوقت برضو ساعة ادان المغرب ف دخلت جبت شانطتي وروحت عشان اروح معي يعني فلقيت وانزن من العربية خد شانطتي فتح上 dimensions العربية. فبقى بتدور كده عشان استأذن من والدي. فلقيت لقيت والدي ونظرات عينيه. نظرات كتير متدخلة. نظرة فخر ونظرة امتنان للزمن. نظرة حب وان هو شاف ان الزمن بيديله شقاه وتعبه وكفاحه علينا. قبل مركب العربية رحت الوالدي بص ايده وبص راسه وروحت مع الشخص ده علشان اشوف بنته. القصة دي حلوة قوي. عجبتني قوي. مش مهم اهلك بيشتغلوا ايه. المهم انت بقيت ايه. عوضتهم عن كفاحهم بايه. حسستهم قد ايه. هم كانوا ناس مهمة في حياتك وقد ايه هم ضحوا عشان انت تكون كده. في النهاية يا رب اكون اسعدتكو بالقصة دي زي ما هي اسعدتني. يا رب اكون كنت خفيفة عليكو. وفيديو خفيفة عليكو. وان شاء الله اشوفكو في فيديوهات تانية جاية. وحكايات تانية جاية. يا رب يا رب كلنا نقيم امورنا صح. وانشيل جميل الناس اللي تعبوا معنا وحبونا وضحوا بحياتهم وضحوا بحاجات كتير قوي علشان. لو عجبكو الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان توصلكو كل فيديوهاتي. واللايك مهم جدا يا جماعة عشان بيعلي الفيديو. واشوفكو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.